اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحياة شبه معطلة وعصف المولدات لم يتوقف بهن امتحانات شهر للإعلان نتائج الامتحانات شهادة العددية وامتحانات الثانوية تبدأ غدا الإسيسكو تستثني قلعة مرزق من قائمة التراث الإسلامي وفي قضيتنا لهذا اليوم تبرق بين فكيميا المجاري والمخلفات النفطية على بركة الله مشاهدين الكرام نبدأ أخبارنا في هذه الحلقة من موطني نبدأ بإذن الله تعالى من هون وكغيرها من المدن أيضا الليبية تعاني الجفرة طعطلا شبه كامل في الحياة نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة هذا الانقطاع تسميه الشركة العامة للكهرباء طرحا للأحمال الواقع الجديد على المدينة فرضت قوصا جديدا أيضا أصبحت المولدات ضرورة حتمية لكن جودتها أيضا فرضت وجود ورشد تصليحها حيث أن أغلب المولدات في السوق تعتبر صينية من الدرجة الثانية المزيد في التقرير التالي عن حياة أهالي الجفرة من دون كهرباء ومولدات ضعيفة الجودة لا صوت يعلو فوق صوت المولدات سيمفونية المولدات اعتاد على سماعها الجميع حتى رواد المقاهي انسجموا مع ظلمة المدينة وهذه الضوضاء فالحياة لن تتوقف مع أمل يحد الجميع في أن تحل مشاكل قطاع تيار الكهربائي حلا جدريا إذن أنواع وأحجام لمولدات كهربائية تعج بها الشوارع وأمام المحال التجارية تعلو أصوتها لتخيم على سكون المدينة المظلمة فتزيد الطين بالله وتشتد مناشدات المواطنين لجهات الاختصاص والله الضي أو تشبع فيه شوفتك أنت قص فيه في النهار وفي الليل وقصدي يريد يتيروا حتى بالتابت أربع ساعات بأربع ساعات يعني أنا كان الضي صبح وليل وتوى متحانات الطلبة مفروض يوفروننا الضي طبعا أنا صاحب محل نقلات والضي مش معروف يطفى علينا بالست ساعات أربع ساعات تمان ساعات وطبعا احنا شباب ونبونا خدموا يعني ريت الضي تديروا لحل تحلوا مشكلة الضي وتحلوا مشكلة البلاد وترجع البلاد كيف قابل أمن وأمان ويصلح الله حالكم وحال البلاد إن شاء الله في ناس ظروفة صعبة يعني ما تقدرش تاخد مولدات وفي ناس مريضة يعني ما تحملش قضعة الضي بست ساعات ثمان ساعات وثاني شي يعني المليارات اللي تصرفوا فيهن على السلاح حلوا بين مشكلة الضي لأنها تسعى سنين راح ورش صيانة المولدات هي الأخرى تقاسم المواطنة همومة ومعاناته فالفنيين بهذه الورش يشتكون من ارتفاع أعداد المولدات الغير صالحة للعمل ويتزامن ذلك مع مشاكل المواطنين في تسديد رسوم عمليات الإصلاح في ظل عدام تام للسيولة بالمصارف طبعا نظرا للظروف المارة بيع الدولة الوقت الحالي قضعة الضي بفترات طويلة مؤثر علينا في الإصلاح للمولدات الصينية للأسف مش تمام تصنيع وعندنا عطال ما نمر بها باستمرار نتيجة تحميل الزايد علينا بساعات طويلة ونرجو من الدولة أن تشوف برنامج الضي بالنسبة للجنوب بصفة عامة ونظرا لظروف الناس المادية وقلة سيولة في المصارف يحتاج أن يستدف ويتدين وفيه أمور يشحون في ظروف مأساوية جدا فلذلك نساعد في الناس وإن شاء الله ربي يهدي البلاد والعباد إذن هي المدن البائسة ما يستوجب علينا أن نطلق من أسماء عليها نتيجة للانقطاعات المتكررة ولعدة ساعات وبمختلف الأوقات أضحى المواطن اليوم يعاني من انقطاع الكهرباء والذي أثر سلبا على المحاصيل الزراعية والتحصيل العلمي بل تعدى ذلك لعمل بعض القطاعات والمؤسسات فاختلاف أسباب القطاع الكهرباء بين كل مواطن عن الآخر شركة الكهرباء هي نعتبر فيها مش عاجزة بالنسبة لخدمة التوصيل الكهرباء للمناطق الجميع ليبيا المشكلة في تحكم في شركة الكهرباء من جهات ثانية من ميليشيات من ما نعرفش في أمور ثانية الكهرباء كانت ماشية لها كم شهر كويسة بعد عيد الفطر بدأت المشاكل كلها المصانع ما عندنا يشتغل بيش تقص علينا الأحمال واحد لا يوجد شيء هذا كل ما فيه لا يوجد مصانع لا يوجد كباب مستثمرين لا يوجد شركة أجنبية يستهلكوا في الطاقة على الأشيء فإلى متى سيتواصل هذا السيناريو؟ أم أن الحلقة الأخيرة باتت على الأبواب لينعم المواطن بعيش سعيد وحياة آمنة كريمة؟ تقدم سكان هون بشكوى إلى الحرس البلدي من مكبل قمامة الموجود على الطريق الرابط بين هون وودان وحرق النفايات المتعمد من قبل المجهولين كما ذكر جهاز الحرس البلدي الأمر الذي أدى إلى تلوث بيع وانتشار أمراض حسب ما ذكره سكان المنطقة الحرس البلدي أيضا قام بزيارة الموقع وحذر الفاعلين من أنهم سيواجهون عقوبة السجن إن تكرر منهم هذا الفعل نتابع المشاهدين الكرام هذا اللقاء ومن ثمنا عودة الآن الحرس البلدي في مكب مدينة هون الواقع على الطريقة الرئيسية الرابطة بين هون وودان والذي يسامح الله بعض المواطنين يقومون بحذف القمامة في هذا المكب ويقومون بحرق هذا يؤثر على صحة المواطن ونظر من المواطنين عدم حذف القمامة إلا في المكان المحدد له نشكر شركة النظافة العامة على المجهودات التي تقايم به وعلى أن يتم زائد المكب على أن يكون المكب بعده عن المدينة أقل تقدير 7 كيلو متر ويكون فيه بوابة وفيها غفارة تمسك فيه ومسيج ونحن نقوم بدوريات وفي حالة ضبط أي مواطن سيتم التحقيق معه حالته للنيابة العامة وحبسي وعلى الجميع الاهتمام بالنظافة العامة لمظهر تلك شهدت السنوات الأخيرة نشاطاً لمنظمات المجتمع المدني في محاولة للتخلص من الاعتماد على برامج الذولة في كافة مجالات الحياة وخاصة للعمال الاجتماعية والنفسية وللمرأة نصيب من هذا العمل لذلك سعت منظمة نتاج إلى تنمية قدرات هذه الفئة نفسياً واقتصادياً وصارت مقصداً لحالات اجتماعية متعددة قناة ليبيا كانت حاضرة لأحد ورشاة عمل هذه المنظمة في بنغازي المزيد في التقرير الثالي كثير ما تتعرض المرأة للعنف والاضطهاد المجتمعي والأسري ولكنها عادة ما تعجز عن مواجهته من هذا المنطلق عمدت منظمة نتاج المدنية إلى تقديم يد العون للنساء المعنفات والعاطلات عن العمل أول مجينة للسيدة دولها دراسة اجتماعية بعد الدراسة الاجتماعية هي لو فيه لاحظوا عليها أي عوارض نفسية تحالي الاستشارة النفسية وعندنا أيضاً مكتب قانوني لو فيه أي مشكلة قانونية تحالي المكتب القانوني بعد ذلك عندنا الدورات تعرض عليها دورات في دورات كمبيوتر كان فيه عندنا برضا كخياضة في لغة انجليزية وفي سيانة موبايلات طبعاً هنا موجودة نستقبل في السيدة أو لما توصل للمنظمة ونفتح لها ملف ونأخذ بياناتها ونديره في دراسة حالة لو كانت هناك حاجة خلال الدراسة محتاجة أخصائي نفسي أن يتم تحويل الأخصائي النفسي لو كانت محتاجة إلى استشارة قانونية يتم تحويل الاستشارة القانونية ونعرض عليها الدورات الموجودة داخل المنظمة يبرز الدور النفسي والقانوني والاجتماعي بالمنظمة بعدما شهدته بنغازي من حرب كان لها تأثيراً سلبياً على من عاش أحداثها من خلال إقامة ورش عمل ودورات لتأهيل السيدات نفسياً وعملياً وثقافياً حاولنا نخفوا عليهم يعني مش نقول لك ساعدناهم وطلعوا من المأساة لكن حاولنا نخفوا عليهم إلى جانب أن احنا دخلناهم في دورات الحمد لله أني أكثر من سيدة إحنا مش بساعدناها نفسياً حتى مكنناها اقتصادياً تثبت حرفة تثبت خطت شهادة في الكمبيوتر واشتغلنا أغلب السيدات منظمة نتاج هي نتاج مشروع بدأ بسواعد نسائية صممت على نبض العنف ومساعدة سيدات المستضعفات في المجتمع للوقوف من جديد وبداية مشاريعهن الخاصة لقناة ليبيا صفاء الحاسي بنغازي أنهى أكثر من 13 ألف طالب وطالبة الأسبوع الماضي ببنغازي امتحاناتهم النهائية لإتمام المرحلة الاعدادية من مسيرتهم التعليمية توزع طلبة الاعدادية على 72 لجنة وقد أشاد الأستاذ سعيد ماضي مدير مكتب امتحانات بنغازي بالأجوال الإيجابية التي صاحبت الامتحانات كما أثنى على الجهود التي بدلت من مختلف الجهات لإنجاح الامتحانات من أولياء الأمور والمجلس البلدي والجهات الأمنية في المدينة وأضاف بأن امتحانات هذه السنة قد شهادت انخفاضاً في ضاهلة الغش بنسبة كبيرة مضيفاً أن النتائج النهائية سيتم الإعلان عنها في خضون أقل من شهر من الآن وتجدر الإشارة إلى أن غداً الأحد هو اليوم الأول لامتحانات الشهادة الثانوية فحض وافر للجميع تم تقسيم طابق بنغازي البالغ عددهم 13.659 طالب شهد على الهدية ما بين سفد قيد نظامي ومنازل تم تقسيمهم على عدد 72 لجنة الانتحانات جلت في ظروف طيبة جداً تعتبر من أفضل سنوات هذه السنة لمسنا تعاون جميع سواء كان جهات أمنية سواء كان مجلس بلدي سواء كان الأولى الأمور هناك أصبحت ثقافة الإشادة والاهتمام ببناء الوطن والتي تنطلب من التعليم فكل أمور كانت أمور جيدة جداً حقيقة من خلال تباعتنا يا سيدة الاتحانات لا توجد هناك أي ملاحظات إلى حد كبير جداً جداً وهذا ما أثل صدورنا هذه السنة هو أن الاختفاء ضرعة البش وخاصة ما كان هو مباح في الصابق من وجود هواتف نقالة وإنترنت داخل مقار لجانة هنا أجيد وأحيي كل معلمين ومهلماتنا الله بفضل الذين ساهموا في إشراف على هذه الامتحانات الحقيقة أن هناك خطة وضعك من مقتب الامتحان البنغازي هذه الخطة تم مناقشة السلبيات والإشكاليات في الصابق ووضع حلول لها مع تدقيق في الإجراءات والتقيم باللايحة تطبيق اللايحة كل الشكر وكل تقدير لفريق مكتب امتحانات بنغازي للمزيد من التفاصيل مشاهدين الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سعيد ماضي مدير مكتب امتحانات بنغازي أستاذ سعيد السلام عليكم عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكستاذ سعيد في البداية طمنا كيف سارت امتحانات الشهادة العددية ببلدية بنغازي كيف سارت امتحانات الشهادة العددية في بلدية بنغازي نعم بسم الله والسلام والسلام بدايةً نشكر إجاعة البيضية وضعنا برنامج موطني نبدأ الحمد صارت نشهد البيضية على أحسن مستوى كانت فيه لبطية رجزان باللايحة كان فيه ضبط كبير الأمور صارت بصدقية هذا صد الله عملاً صد الله زملائنا معلمين والسادة وزالجان وشهادة الحملية في مدينة نعم أستاذ سعيد تسمع فيه نعم أستاذ سعيد كم كان عدد محاضر الغش التي دوينت بشكل رسمي لديكم في امتحانات الشهادة العددية كبير من أستاذ أوليان الموطن عدد محاضر الغش يومي في بضون من حسنة إلى 12 محضر يومي جينا من 12 إلى 13 محضر يومياً هذا يومياً نعم يعني حسب ما تتكلم من نعم الإجراءات المتابعة في هذا الشيط نعم هذه هي الإجراءات المتابعة يعني الآن ممكن أن أولياء الأمور يبقوا يفهموا يعني هذا المحضر الغش عندما يحال من اللجنة المختصة في المدرسة إليكم يعني المكتب امتحانات لآلية التعامل والإجراء اللي يتخذ في حق هذا الطالب طبعاً نحن لكن أجل من الأشخاص بمحضر رش نعم ويأتي بسنا ويأتي إلى مركز الرئي الفنعي نعم ثم تتحانها من الواقع للمركز الرئيسي تتحانها في نهاية تتحانها محضر رش في خلال متن سيد سعيد الصوت يقطع على الأسف معلومات مهمة ياريت شباب تعاود الاتصال المرة ثانية بالسيد سعيد لأنك مش حينفع يعني كلام مهم وخاصة نحنتكلم عن الانتحانات اللي حتبدأ غضوة الشهادة التنوية والاستعدادات فياريت نحاوله الاتصال المرة ثانية بالسيد سعيد نمشي لخبر ثاني مشاهدين الكرام حيث وافقت منظمة الإيسيسكو بعاصمة المغرب الرباط الأسبوع الماضي على قبول 13 موقعا على القائمة التمهيدية للثرات في العالم الإسلامي من ضمنها أربعة مواقع ليبية هي الجامع العتيق بأوجلا وجامع مراد آغاب تجورا وقصر الحاج بجبل نفوسة وموقع واو النموس كموقع تاريخي طبيعي ولم يسجل ملف قلعة مرزق إلا على القائمة التمهيدية ولا النهائية كما قبلت الاسيسكو ملفات خمس مواقع من دول العالم الإسلامي وتشجيلها على القائمة النهائية الإلكتورات في العالم من ضمنها مدرسة الفنون والصناع الإسلامية بطرابلس نتابع على التقرير ومن ثم لنا عودة لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً غابت ليبيا الغنية بشواهدها على حضرات لا يزال أثرها ينطق كل يوم بأزمنة الإغريق، الرومان، الجرمنتيين، ودروب قوافل الصحراويين، والعابرين البحر إليها، غابت عن تسجيل مواقع لها على قوائم التراث الثقافي والطبيعي، إلا أن الاجتماع الثامن للجنة التراث في العالم الإسلامي، الذي عقد الأسبوع الماضي في رباط المغرب، أدخل ليبيا مرة أخرى على لائحة التراث في قائمتيه النهائية والتمهيدية. تقدمت 57 دولة بملفات عن مواقع التراث، ووافقت لسيسكو على قبول خمس ملفات فقط لتكون ضمن قائمتها النهائية، من بينها مدرسة الفنون والصناع على الإسلامية بطرابلس. كما قبلت المنظمة ملفات 13 موقعاً على قائمتها التمهيدية للتراث في العالم الإسلامي، ونصيب ليبيا منها أربعة مواقع تاريخية، هي الجامع العتيق بأوجلة، جمع مراد أغاب تجورة، قصر الحاج بجبل نفوسة، وموقع واو النموس، واعتباره موقعاً للتاريخ الطبيعي. لم يحالف الحظ ملف قلعة مرزق على أي من القائمتين، وذلك حتى يستوفي الشروط وفقاً لرأي لجنة الإسسكو. بخصوص هذا الخبر مشاهدين الكرام، خلونا نستقبلوا لستاذ رمضان الشيباني خبير الأتار. استاذ رمضان، كيف حالك؟ أهلاً وسهلاً وسهلاً، خير. أهلاً وسهلاً بيك، استاذ رمضان، يعني مواقع تارية، موضوع على قائمة الخطر، وأخرى تدخل قائمة التراث الإسلامي، إغدام استعود من جديد إلى قائمة التراث العالمي، إلى أي مدى أنتم راضون، نقدر نقول اليوم، على هذا التقدم الذي يشهده مواقع الأتارية في ليبيا؟ في البداية، مساء الخير لكل المشاهدين، ولكم قناتكم المركرة. في الحقيقة لنا فترة طويلة جداً، ونحن أمام إشكالية تقوعة واقع تراث العالمي، الليبيا الخمسة في لاحة الخطر، أيضاً سمعنا من يومين الماضيين في الاجتماع الأخير في هذا المجال التقريب، لأنه قد تدخل أو قد تخرج مدينة إغدامس من لاحة الخطر، عندما تتم استفاء بعض الشروط وأعمال الحفظ والثون. ولكن في الحقيقة، يعني، زي ما ذكرت في تقرير ثم بعد 33 سنة، من تسجيل هذه المواقع، لنا خبر رائع جداً، اللي هو انضمام خمس مواقع للتراث الإسلامي إلى منظمة الإسيسكو، اللي هي المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم. هذه المنظمة التي تعنا بحماية التعاون بين دول العالم الإسلامي، ومقرها طبعاً في الرباط، أسست بقرار على المؤتمر القمة الإسلامي، الذي عقد في مكة المكرمة في يناير 81، لها هدف كثيرة جداً، في الحقيقة تقدمت ليبيا عن طريق اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، باستمارة عن طريق مكتب الإسيسكو، بجلب استمارات لتسجيل مواقع في التراث الإسلامي، وهذه طبعاً حادثة جديدة هي لتسجيل مواقع التراث الإسلامي، بدأت في 2012 تقريباً، وسجلت موقعين فقط في 2012، اللي هو القدس الشريف وموقع آخر من مصر، ثم في 2013 سجلت بعض المواقع الأخرى، ثم اكتفت إلى هذه السنة، هذه السنة سجلت خمس مواقع فقط على اللائحة القائمة النهائية، كانت مدر التراث الإسلامية من ضمنها، وفي اللائحة التنفيذية كما ذكرت في تقريق أربع مواقع أخرى، فنعتبروه طبعاً هذا نصر كبير جداً بالنسبة لنا كمهتمين بالمورود الثقافي، وكم مؤسسات تسعى باهتمام المورود الثقافي، تشكلت لجنة من سيد رئيس الهيئة العامة للثقافة، تشكلت مجموعة من خبراء التراث التقافي والأثار والتار والتار والهندسة، حقيقة نخبة رائعة جداً، وكان من خلال عملها هذا حوالي خمسة أشهر أو أكثر، كان هذه النتيجة الرائعة التي هي سجل موقع وأربع مواقع أخرى في اللائحة التنفيذية، نحن ننتظر حالياً ملاحظات الإسيسكو على هذه المواقع الأربعة، لأن في العادة تكون تسجيل مبدأ يعتبر بعض الملاحظات البسيطة التي ستعرض، وبإذن الله تعالى إن شاء الله ستجتمع اللجنة يوم الأثنين، وهو بعد غداً لمعرفة ما هي المنابسات التي آلت سونا تسجيل الأربع مواقع الأخرى في اللائحة النهائية، إضافة إلى موقع مرزق لماذا لم يتم تسجيله على الأقل حتى في اللائحة التنفيذية، في الحقيقة نحن مسرورين جداً، جميل، سيد رمضان يعني بوجهة نظرك وبحكم خبرتك في التاريخ الليبي والأتار الليبية، على ماذا تعتقد اعتمد ملف ترشيح مدرسة الفنون والصنايا الإسلامية؟ نعم، طبعاً هناك عدة معايير وهناك عدة قصص تشتغل عليها منظمة الإساسكو في تسجيل المواقع في لايحتها وفي لايحت الترات الإسلامي، وهي نفس المعايير التي اعتمدتها اليونسكو في اختيار مواقع ترات عالمي، وهي المعايير العشرة، ستة منها معايير ثقافية وأربعة أخرى معايير خاصة بالترات أو التاريخ الطبيعي والكوروناردي، المعايير طبعاً يجب أن يكون هناك قيمة ستةية للمعيار الذي يتم اختيارها، أن يكون أحد روائع تكتفي اللجنة بتطبيق ولو معيار واحد من هذه العشر معايير يكفي باختيار الموقع. طبعاً معايير أن تكون ددق ما استثنائياً، يكون أحد روائع العبقرية البشرية، تأثيرات الحضارية، أيضاً يكون شاهد فريد واستثنائي، يكون مثلاً نموذج معماري مميز أو نموذج للتفاعل بين الإنسان والبيئة. في مدرسة فنونو الصناعية تنوعت فيها التأثير المعماري ما بين الإسلامي وما بين الأوروبي، أيضاً تعتبر من أندر وأهمنا شرفت على ترميم هذه المدرسة قبل الثورة في 2010، فبشهادة الشركة التركية التي عملت على ترميم هذه الشركة، لشركة YB التركية، قالت بأنه لا يوجد طبعاً شيء ذات كثير من هذا النوع من المدارس في العالم التركي وفي العالم العثماني في ذلك الوقت، ولكن لا يوجد أي موقع أو أي مدرسة ترجع إلى تلك الفترة حتى في تركيا ما زالت بهذا الجمال وأيضاً كوظيفة أو كطراز معماري وأيضاً الحصاد عليها، فهناك عدة معيير تطابقت على هذه المدارسة وتم اختيارها من الإجتماع الأول والحمد لله. الحمد لله. أستاذ رمضان يعني موضوع آخر يعني اليوم هل نستطيع يعني الأخبار جميلة وأخبار مفرحة نعم ولكن هل اليوم بحكم ما يحدث في ليبيا بصفة عامة لا نلتح الحديث عن أي جانب سياسي ولكن بصفة عامة هل هذا يؤثر على التاريخ والأثار الليبية وهل هناك مخاوف عليها أيضاً؟ طبعاً شيء طبيعي جداً يعني ليبيا تمر بأزمة خانقة جداً أبثت على كل مظاهر الحياة في ليبيا فما بالك المورث التقافي، المورث التقافي مادة هشة جداً مادة ما يضيع منها لا يعود في الحقيقة وهذا خوفنا الكبير على هذه المواقع حتى مدرسة فانوه الصلاة نحن وضعناها في لائحة في القائمة النهائية فعلاً ولكنها تمر بخطر كبير جداً يعني المدرسة تتعرض لإهمال كبير جداً من الدولة بشكل عام يعني الأعمال الترميم وقفت عندما اندلعت تورس فبراير والشركة ذهبت وهناك كثير من الأمور تحتاج إلى صيانة عاجلة وعرضنا الموضوع هذا على كل مسؤولين الدولة وعملنا وركشوب أكثر من مرة وعملنا ندوات في التلفزيون وكتبنا في صفحاتها الخاصة وفي الصفحات العامة بالاحتمام بهذه المدرسة وتخفيص ميزانية لها والحالياً يعني ستوضع الدولة الليبية في وضع محرش جداً إذا ما قامت بالعمل أو بحسن النية في ترمينها وفي احتمام بها طبعاً نسعى أيضاً من خلال منظمة الليسيسكو لأنها وضعت في أحد محمياتها أن نتحصل على دعم مادي ودعم معنوي ودعم من الخبرات للتورات الإسلامية للوقوف معنا في ترمين وحماية وفيامة هذا المعلم الفريد فالتورات الليبي بشكل عام يمر بوضع محرش جداً في الحقيقة في كل مواقعنا الإسلامية والكلاسيكية اللي هي الروماني والغريكي والبيضونسي وقبل التاريخ وكله وهناك يعني عوامل كثيرة جداً السدب والأمني لانقسام السياسي أننا لدينا مصلحتين أثار واحدة في بنغازي واحدة في ترابلس فليس هناك أي صلة بين هذه المصلحتين إلا على الصعيد الشخص ما بين أشخاص فقط فهذه مشكلية كبيرة جداً يعني يجب توحيد مؤسسات الدولة يعني هناك انخسامات فيه فما داخل مؤسسة الأكار مؤسسة تعنا بحماية موروث الثقافي الليبي بشكل عام بكل التوجهات الموجودة فيجب أن لا تنقسم هذه المؤسسات لأنها فعلاً هي الحامية للهوية الليبية هي الحامية للهوية الإسلامية هي الحاوية الهوية التي تجمع كل الليبيين ففي الحقيقة الوضع الراهن والوضع الموجود والحروب التي اندلعت في كل مكان في ليبيا هي تأثيرها سلبي جداً على الموروث الثقافي الإنساني من جميع النواحي أستاذ رمضان نشيباني خبير الأتار شكراً لوجدك معي في هذه الحلقة وشكراً لكافة هذه التوضيحات فيما يقص الأثار الليبية مشاهدين الكرام بالعودة إلى الخبر السابق لتحدثنا فيه عن انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في بنغازي والاستعداد بإذن الله تعالى لبدأ امتحانات الشهادة الثانوية من يوم الغد أعود للاتصال الهاتف الذي انقطع منذ قليل مع السيد سعيد ماضي مدير مكتب امتحانات بنغازي سيد سعيد قبل انقطاع الاتصال كنا نتساءل عن الاستعدادات في الفترة المقبلة أو آسف يعني كنا نتساءل عن ما يحدث بعد محاضر الغش والإجراء الذي تقومون به أولي الأمور يريدنا القمانان يعني ماذا ما هو الإجراء المتبع بعد استلامكم لمحاضر الغش نعم طبعا محاضر الغش تحل إلينا وهي المخالفة للنادة تابعة سبعين من الميحة 2010 نعم والتي تنص على إذا طالب ضبطت في حالة غش أو ضبطت معه أجام دوات غش مثل هاتف النقال أو سائل الانتبت أو مذكرات أو ما غيرها هذه تحال أيضا إذا قام الطالب بتعدي على منتلكات المدرسة التي يوجد فيها تحال أو قام بالاعتداء على أعضاء المجنة وهذا الحمد لله لم يحدث نعم تحال هذه المحاضر الغشات المتبعة إلى دولة عامة أما المشاكل التي هي يكون معرفة داخل المجنة فترعالي داخل المجنة ولا يجعلها محضرش نعم يعني بالنسبة للمواضيع الاعتداء على عضو لجنة الحمد لله لم تحدث هذا العام الحمد لله رب العليم نذهب الآن إلى مرحلة مهمة جدا يعني مرحلة الشهادة التنوية بوجهة نظرك يعني وبحكم خبرتك ستادي الكريم في ماذا تختلف هنا تحدثنا عن الاختلاف ماذا تختلف هذه المرحلة في الاستعدادات لامتحانات الشهادة التنوية عن الشهادة العددية؟ طبعا تختلف اختلاف أساسا الفترة العمرية الطالب المتقدم للشهادة السنوية هي فترة الشباب بفترة حارجة يجب التعامل معها بخبرة بروية كل ما يهمنا هو تهيذ جو المناسب أبدا أن الطلبة لإزراء الامتحانات في جو المناسب هادي بشرط لا يؤكد صفو التنوية أو طلبة داخل انقاعات طبعا تختلف من ناحية منهجية تختلف من ناحية مدة الامتحانات هي أسبوعين بلتانيات طبعا كل يوم بلوقع كل يوم مادة بس إثناء الأدبي سيكون يوم أحد غدا مادتين التابعة الإسلامية ومبادئ الحسومة هناك اختلاف في الإجراءات في المنهج في الثقافة في كل شيء في اختلاف تأخر بداية الامتحانات يعني ماذا تشوفه في الامتحانات بادية في شهر سبعة واحتمال التم حتى قريب على نهاية سبعة ونحن خشين على شهر ثمانية انتظار النتائج بيأخذ وقت بعد امتحانات الدور التاني وبعد ايضا انتظار النتائج هذا يعني أعلم بأنه ليس اختصاصكم كمكتب امتحانات ولكن ان كانت لديك المعلومة معنا ماذا هل هذا سيؤثر على موعد انطلاق العامة الدراسي القادم ام لا سيد الكريم طبعا نحن نعمل في وزارة فيه من ضمن الإجراءات او الخطوات الاولية هي توسيع او اداد المواعيد الدراسية نعم كباغازي وكحكوم وقتا نحن ملتزمين بالمواعيد كانت انطلاق اتحانات الدراسية يوم 23 ستة وانطلقت في معدل الحمد لله للإشارة الثانوية لانطلاقك ستكون غدا سبعة سبعة وفق ما هو محدد كونه انه يقفل بداية العامة الدراسية نعم لا اعتقدت لانه سنكون هناك بداية اعتقدت فيه بياناته ومعلومات لها ستكون دراسية في شهر متصل في شهر 9 نعم استاذ سعيد ماضي مدير مكتب امتحانات بنغازي شكرا لوجودك معي في هذه المداخلة مع الاستاذ سعيد ماضي مشاهدينا الكرام انهينا اخبارنا لهذا اليوم ونمشي معاكم تول القضية البحر ملوث بجميع انواع الملوثات هذا ليس كلامنا وانما هي دراسات علمية قالت وتقول ان بحر خليج طبرق ملوث بمعادن ثقيلة وبنسب كبيرة مخلفات طبيعية واخرى صناعية ومياه صرف صحي غير معالجة كلها تسلط طريقها الى البحر وخبراء البيئة يحذرون من تفاقم المشكلة ويؤكدون انها تحتاج الى وقت وجهد ومال المزيد في التقرير التالي وبعد الناقش صحبة ضيوفنا هذه القضية لم تطلق صفارة انذار التلوث في خليج طبرق يوم امس او اليوم ما فمنذ ثلاثين عاما بدأت المشكلة واوضحت الدراسات والابحات ان مياه شواطي طبرق تعاني جميع انواع التلوث النفطي والتجارية بالاضافة الى مخلفات محطة تنقية المياه التي تقع على بعد عشرات الامتار من شركتين النفط وقرب مصب كبير لمياه الصرف الصحي وقوع الشاط الطبرقي بين شركتين نفطيتين زادت طين بالله فاصبح مكانا مناسبا للنفايات النفطية وخروج المحطة الرابعة لرفع مياه الصرف الصحي عن العمل لمدة تسعة اشهر ساهم في المزيد من التلوث وتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر ثلوث ثلوث مشكلة كبيرة من السهلة مشكلة كبيرة من السهلة على الثلوث اللي والخلف يتوفي مباشرة هذا فيه مواد كيميائية فيه ضارة يعني للثروة السمكية وايضا حتى للبيئة بصفة عامة وايضا حتى للمياه الشرب يعني ما شيء انتأملوا من الله خير يعني المسؤولين وينظروا لطبرق أو يعطوا التفاتة للطبرق بصفة عامة انتمنوا انما ينظروا لها من ناحية المجاري والمصطف والقذرات اللي وراي هذه انتمنوا انها ينظروا لها حل وشوفوا فيها اي سبل يعني انها تنحل هذه المشكلة باذن الله يعني يوما ما كان هذا الخليج يعج بالمصطفين واهل مدينة طبرق كلهم يقضون اجمل الاوقات في هذا المنطقة حتى ايام الاحتلال الانجليزي والايطالي لمدينة طبرق كان من افضل الخليجان الان اصبح شبه مهجور بسبب الملوثات السابقة الذكر وللأسف الشديد لا يوجد هناك اي خلول في هذا الوقت بالذات الحال طبعا يحتاج الى وقت وجهد ومال ويحتاج الى دولة قوية لم يعد البحر امنا لسكان المدينة فهو غير صالح للاستفاف او لممارسة نشاط اقتصادي فهو بؤرة للمرض كما يصفه خبراء البيئة الحقيقة موضوع التلوث موضوع خطير جدا تعاني منه اغلب الشواطئ الليبية بالاخص في مدينة طبرق لانها خليج مقفل الحقيقة فيه كثير من انواع التلوث نحن كبلدية بدأنا فيه من سنة 2014 وانشارنا بعض التقارير اللي هي على بعض الدراسات الموجودة في طبرق عن طريق الجامعة او البحوث عن طريق الدارسين والمهتمين بمجال البيئة وكاننا فيه اشارات دائمة انه في وضع الحقيقة مو جيد في خليج طبرق عن طريق الاسحاح البيئي كل هذه الامور تناولنا حاولنا علاج بعض الامور اللي هو مياه صرف الصحي السوداء اللي كانت صب في الخليج تعاقدنا مع شركة لتشغيل محطة التنقي والمعالجة خفت نسبة التلوث خاصة في الامونيا والاشياء اللي هي مخلفات اللي كانت صرف الصحي اللي كان يصب في البحر لكن الحقيقة في المدة الاخيرة في دراسة منشورة في مجلة امريكية اسمها بيجي ساينس دراسة الحقيقة خطيرة ونحن الآن بصدد مراجعة هذه الدراسة والتأكد من نتائجها الخليج الذي كان مكانا مكتضا بالمصطفين والهاوين لصيد السمك اصبح اليوم مهجورا في اعلان واضح وصريح انه مكان غير مناسب لشيء في انتظار الحل والله المشكلة معاش بالتنحل مشكلة الطبرق ومياه الصرف الصحي وايضا مياه التحلي يعني في خلال موطن نحن نتكلمنا عليهم خلال هالخمس سنوات اكتر من خمس وست مرات عندي ما نقول فيه هذا الكلام لكن يعني انحضر الماء بطل التيمم معنا لستر طارق الصافي مدير شركة المياه الصرف الصحي السابق في طبرق وعاصر هذا الملف جيدا وكان ضيفنا في حلقات سابقة وعلى دراية بهذا الملف جيدا ناخد مننا المعلومة استاذ طارق السلام عليكم نشاء الله طيب سيد العزيز وتحية للمساعدين اهلا ومساعدين موضوع التلوث البيئي واجبة النياة بشكل عام في مدينة طبرق هذه اجبة طرق مية من سنوات طويل جدا وطبرق ليست استثناء في هذا الملف تقريبا جل المدينة البيئة تعاني من موضوع التلوث البيئي بسبب الصف الصحي ومخلفات البيواني الصناعية والنفطية نعم الحقيقة ان السابق الرئيسي في ظنه ان يعود الى التشريعات الشارية حالية للمعين وعلا هي من اوصلت البيئة في مدينة طبرق وغيرها من المدد إلى هذا الحال حقيقة ان هل تعلم سيد الكريم ان محطة زي محطة العودة اللي اصبحت قدرتها الاستيعابية لا تستوعب الكم الهائم من السبطات المدينة طبرق وغيرها منذ قيامها لا توجد لها ايذانيات تشغيلية بالاسف يعني معانا من ذلك الشعار ضيط ان ليبيا كانت صباقة تقريبا موضوع المحطات الحديثة معالجة الحديثة هذه من شكينات القرى الماضي موضوع بهذه الدقوة والخبرة المحلية متوافرة الا ان البرغواطية الهدارية والتشريعات النابذة بالاسف عقيمة ولا ترتقي الى تقديم خدمه المثالية للبيئة والمواطن بشكل عام استاذ طارق في الوقت اللي كنت في حضرتك يعني مدير لشركة المياه الصرف الصحي في ذلك الوقت يعني كانت هناك اتصالات ما بين الوفاق تدعم والمؤقتة تدعم واسمعنا بان عميد بلدية طبرق وكان ضيفنا ايضا في احد الحلقات وممكن انت كنت في نفس الحلقة قال بي ان هذه المشكلة انتهت وبدأوا فعليا في العمل على هذه المشكلة لانهائها قريبا هذا الكلام كان اكتر من سنة وما زالت المشكلة قاعدة ليش هذه الوعود لم تنفذ نعم نعم او زي ما قلتك السبب البيروقراطي الاداري بالرغم انها وظفة في الفترة الاخيرة وكلا الحكومتين نبالغ لحل هذه الاشكالية اذا انها لم توظف بالشكل العلمي الصحيح مجال الصف الصحي بالمناسبة انا اتحب موجة تحية للبسادة الجملائي في شريفة النياه من الكفاءات اللي يعول عليها او حقيقة من سنوات طوال وهم يعملوا بحلول تنفيقية وفق ما هو متاح لهم نعم وفق المتاح الحد الأدنى جدا 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 كان يتفقدروني يتجاوز الكثير من المراحل ولكن لما تغيب الميزانيات التشريحية والتشريح برضو يكون ضد هذا المخص العمل ستكون النتيجة اللي تشوف فيها اليوم بكل تأكيد الحديث يطور في هذا الموضوع لابد من اعادة النظر في تشريعات المياه والصف الصحي والكثير من التشريعات للعالم الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال اللي جريد منها هنا وفقه فيه حتى في بعض الدول الأفريقية والدول العربية اجتازت هذه المشاكل بشكل نهائي كان بعكس أصبحت هذه المحطات والصف الصحي أحد الموارد نعم موضف بطريقة صحيحة مهاي ولا لا معاك استطاعوا تخفيف تكلفة تكلفة التشغيل إلى معدلات ملتالة جدا ولكن بالأسف أنا جيد من أكد أن التشريعات القائمة الحالية مهاي ولا لا هذه لن ترتقي إلى حل أي مشاكل نعم استاذ طارق الصافي مدير الشرك مياه والصف الصحي السابق بطبرق شكرا لوجودك معي أذهب للدكتور حسن الدمنهوري دكتور في البيئة بجامعة طبرق دكتور حسن السلام عليكم أهلا وسهلا بك يا سيد عمارد والحييك وكل أسرة قناة ميبير الحالوط أهلا وسهلا بك دكتور حسن دكتور حسن ظهورك السابق معنا في موتني كان حوالي من سنة فاتت ماذا اختلف في هذه الأزمة التي تحدثنا عنها في السابق ونفتح هذا الملف مجددا اليوم في ماذا اختلفت هذه الأزمة هل إلى الأفضل أم إلى الأسوأ أولا في البداية حقيقة الشكر والتقدير لقناتكم على تسريط الضوء على أهم القضايا المحلية من خلال برنامجك موطني الشيء الآخر بخصوص هذه الأزمة طبعا كل المدن الليبية تعاني من المشاكل الليبية سواء مشكلة في الصف الصحي أو مشكلة القمامة أو مشكلة التلوث طبعا تعاني من مشاكل كثيرة ولعلها أهمها واختارها مشكلة القمامة ومشكلة التخلص من مياه الصف الصحي هذه المشكلة ليست من اللحظة أو الساعة بل هي لها أكثر من 30 سنة متمثلة في الآدي خليص طبق يعاني من صف مكابل مياه الصف الصحي يعاني من صرف المشتقات النفطية يعاني من مخرجات محطة التهلية يعاني من الغسل وتنظيف السفن القادمة إلى هذه المدينة طبعا هذه المشكلة قائمة وتحتاج زي ما حكيت البداية إلى وقت وجهد طامعا الأسف في غياب الدولة وأيضا في إهمال لخضايا البيئة منذ أكثر من 30 سنة أصبحت مدينة طبرق ومشكلة الصف الصحي متفاقمة بل كل يوم تزداد الخطورة ولأن دراسات المجستير والدكتورات في هذا الخليج أكستت وتكتب كل يوم أن المواد الكيموية وفضلات الصف الصحي واختارها كل يوم في ازدياد مستمر دكتور حسن أعلم بأنك دكتور في البيئة وليس لك أي علاقة بالشأن السياسي أو الترتيبات المالية داخل البلدية أو داخل الشركة العامة أو داخل الوزرات ولكن هناك مبالغ فعلا صرفت من قبل الحكومة المؤقتة ومن قبل حكومة الوفاق بخصوص شركة المياه والصرف الصحي هو لإنهاء هذه الأزمة أين ذهبت هذه الأموال؟ في ماذا تم وضع هذه الأموال؟ لماذا لم تنهي هذه الأزمة؟ هل تبعت بصفتك كمتخصص في هذا الموضوع؟ أين ذهبت هذه الأموال؟ دكتور حسن؟ أولا بالخصوص صرف هذه الأموال أولا لم تصرف إلا أستجيز صراحة يعني لأن مشكلة الصحي مشكلة قائمة منذ أكثر من ثلاثين سنة وخاصة وإن شبكات الصف الصحي في هذه المدينة شبه متهالكة بالكامل وتحتاج إلى إعادة كاملة أولا البنية التحتية من هارة شبكات الصف الصحي الكديمة الشيء الآخر عدد السكان في كزايد مستمر كانت مدينة طبرق عدد سكانها ينبع عن حوالي مئة وخمسين ألف الآن أكثر من أربع مئة ألف بالإضافة إلى تطور عمراني والسكاني كل أثر في شبكات الصف الصحي وأصبحت غير قادرة على تحمل هذا الكمل هائل من الأعداد البشرية وكمية الصف الصحي أو المياه السوداء التي أصبحت تقضى في الشوارع وتقضى في مياه البحر لا زلنا حتى هذه اللحظة سواء مدينة طبرق أو بقية المدنة الليبية تعاني من إهماي كبير جدا في برنامج دعم البيئة ودعم البنية التحتية حقيقة ما زالت المرض ليس هناك أي دعم رغم وجود الدراسات وتحتاج الدراسات إلى تبطيط فقط يعني جميع المشاكل معروفة وهناك حدود ولكن يحتاج إلى دولة قوية تدعم فعلا البنية التحتية ومعارجة كل الخضايا البيئية أعتقد أن المبارئ التي تم صرفها قليلا جدا لا توفي بأي شيء ولا يمكن أن نعود على تطيير نعم دكتور حسن الدمنولي دكتور في البيئة بجامعة طبرق شكرا لمجدك معي في هذه الحلقة في الختام مشاهدين الكرام يعني من حلقات سابقة تحدثنا عن هذه المشكلة كان هناك معنا عميد بلدية طبرق بعد زيارة العاصمة طرابلس من سنة ولقابس المهندس فايزة السراج وقال أن تم تخصيص ما وعادل حوالي 100 مليون لبلدية طبرق منها حوالي 20 أو 25 مليون لمشكلة المياه والصرف الصحي الحكومة المؤقتة قام سيد عبد الله تنير بزيارة لبلدية طبرق وكان في استقبال أيضا عميد البلدية ووعد بإنهاء هذه الأزمة وكلف شركات بمتابعة هذا الملف المتعلق بشركة المياه والصرف الصحي الرسالة هنا يعني ليس للحكومتين فقط وليس للبلدية فقط أيضا الرسالة لمجلس النواب والرسالة أيضا لرئيس مجلس النواب اللي يأخذوا من بلدية طبرق مقر لهم يعني وهذه المشكلة الكارتية والكارثة البيئية القادمة لطبرق نتمنى أن يعني يقدم مجلس النواب اليد لهذه الأزمة وأن ينهي هذه الأزمة داخل طبرق وأن يعني حتى يحث الحكومة المؤقتة لإنهاء هذه الأزمة وسنواصل فتح هذا الملف ولكن في الحلقات القادمة أين ذهبت أموال بلدية طبرق كونوا في الموعد بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج موطني نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء موسيقى ذات الجمال عراه الحم محتزلا محتزلا فيك وفينا لهيب الشوق منافلا محتزلا كم عاشق لجناك الحلو قد متلا يا ديبي يا أهلا يا ديبي يا أهلا أهدي لك حناي الروح والقبل